في ظل الأحداث الجارية في المنطقة واحتمالية تطور الأمور لحرب إقليمية مع توسع الصراع شيئا فشيئا المملكة العربية السعودية وعلى الجانب الأخر تستمر في تعزيز قدرتها العسكرية خصوصا الصناعية وما يتعلق بصناعة العسكرية أو حتى المدنية اليوم وفي خبر جديد المملكة العربية السعودية تحصل على صفقة مهمة جدا مع الصين لصناعة الأقمار الاصطناعية داخل المملكة العربية السعودية مع شركة اي سبيس الصينية والتي استثمرت مليار ريال لإنشاء أول مصنع للأقمار الصناعية في المملكة العربية السعودية فقد أعلنت المملكة اتمام شركة اي سبيس الصينية في الصناعة الفضائية استثمارا بقيمة مليار ريال وذلك لتأسيس مصنع متخصص لتصنيع الأقمار الصناعية المتقدمة في السعودية على أن يرتفع حجم الاستثمار الشركة اتباعا مع تتابع مراحل المشروع والذي يتضمن البحث والتطوير وصناعة المكونات داخل السعودية والأنظمة الفرعية كذلك وصولا إلى صناعة الأقمار الصناعية لتخطو بذلك المملكة العربية الصعودية خطوة نعم لاقة نحو الإنتاج الصناعي والاستفادة من الأقمار الصناعية سواء مدنيا أو عسكريا ستستفيد الشركة الصينية من موقع السعودية الجغرافية كمنصة لتعزيز قدرات الفضاء في المنطقة من خلال الاستثمار في الأقمار الصناعية المتقدمة جدا والتي تمثل 70% من سوق الفضاء هذا الأمر سيعزز أيضا من قدرات السعودية في تصنيع الأقمار الصناعية المتقدمة جدا من خلال نقل المعرفة والخبرات إلى جانب تنمية القدرات الوطنية في تقنية الفضاء رئيس مجلس إدارة الوكالة الفضائية السعودية المهندس عبدالله بن عامر السوحة أكد أن هذا الاستثمار خطوة مهمة لتعزيز تنافسية المملكة وترسيخ مكانتها كمنصة إقليمية لجذب ثقديات واستثمارات الفضاء والذي يشهد نموا متسارعا موضحا أن الحراكة التي أحدثته المملكة بدعم من القيادة في مجال الفضاء يعد رفضا رئيسيا لدعم وتنويع الاقتصاد وتنمية القدرات والمواهب الوطنية في تقنيات الفضاء المتقدمة نقلا عن وكالة الأنباء السعودية وص أما من جانبها قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في تصريح له بهذه المناسبة إن حصول الشركة إيس بيس على أول رخصة استثمار في مجال الأقمار الصناعية يعد النواة الأولى للاستثمار في المملكة في هذا المجال لسيما أنها يعد من ضمن المجالات المستقبلية والتي تتضمن فرصا عالمية واعدة ولا شك أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام العديد من الشركات للاستثمار في المملكة والتي تشهد نهضة استثنائية على كافة الأصعاد حيث أن مجال الأقمار الصناعية يشهد تطورا غير مسبوقة مما يعزز من تنافسية المملكة عالميا أما رئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعودة ميمي فقال إن هذه الاستثمارات في المملكة علامة الفارقة مهمة للشركة وسيكون لهذا الاستثمار تأثير نجابي على قطاع الفضاء في المملكة وقاعدة تصنيع الأقمار الصناعية الشاملة في المنطقة مبينا أن هذا الاستثمار يؤكد التزام الشركة بتطوير تقنية الفضاء ليس فقط إقليميا ولكن أيضا على مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر